السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا العزاء طالبات وطالبات التعليم الفني الصناعي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المفضل في بيتنا مدرسة نهاردة إن شاء الله نمقسمين الحلقة معنا على 3 أجزاء أو 3 مراحل يعني إيه؟ يعني هنتكلم عن طالب التعليم الفني الحديث أو اللي لسه متقدم لمدرسة التعليم الفني اللي هو لسه خارج من المرحلة الإعدادية أو مرحلة التعليم الأساسي الجزء الثاني عن المواد اللي هتدرسها في الصف الأول والصف الثاني وبعد كده هندخل مع أحد المواد اللي احنا هنشتغلها مع بعض اللي تخص الصف الثاني أحد المواد الهامة من مواد الصف الثاني في قسم تركيبات ومعدات كهربائية أول جزء معنا إحنا بنتكلم عن الطالب اللي لسه متقدم حديثا لمدارس التعليم الفني ووشاء القدر أنه هو حسب مجموعه أنه هيكون فيه تخصص أو قسم تركيبات ومعدات كهربائية القسم بتاعك ما اسموش قسم كهرباء يعني إحنا الإسم الدارج أو الإسم السهل اللي الطلبة بتقوله بيقول أنا في قسم كهرباء هو الإسم بتاعك أو إسم التخصص بتاعك أو القسم بتاعك اسمه تركيبات ومعدات كهربية لأنك بتدرس الشقين الجزء الخاص بالتركيبات والتمديدات الكهربية والجزء الخاص بالألات والمعدات الكهربية بما فيها محولات ومولدات ومحركات تمام؟ طيب أنت بتتخصص على أي أساس ده بيبقى حسب المجموع بيبقى تنسيق داخلي داخل المدرسة حسب درقتك اللي أنت كنت حصلت عليها في الشهادة الإعدادية ده بناء عليه أنت بتدخل قسم الكهرباء طيب وأنا جوه القسم أو أنا خلاص أنا طالب بقيت في الصف الأول قسم تركيبات ومعدات كهربية والمطلوب مني إيه؟ أو أنا هدخل القسم ده إيه المطلوب مني وإيه اللي أنا هتلقاه؟ تمام؟ إيه أنت كطالب المطلوب منك إيه؟ المطلوب منك رقم واحد الالتزام بقواعد العمل داخل القسم طبعا لأنه بيبقى فيه قواعد حاكمة داخل القسم بما فيها أو بتتضمن الجزء الخاص بسلامتك وصحتك المهنية أو الجزء الخاص بتأمينك داخل القسم وداخل المدرسة بما فيها داخل أسوار المدرسة بالكامل بيعلموك أو بتتعلم جزء من السلوك أنه داخل المدرسة سلوكي داخل المدرسة وخاصة انه انت بتتعامل مع موضوع دراستك او موضوع تخصصك او المنهج اللي انت بتدرسه والعمليات التنفيذية او عمليات الشغل العملي اللي انت بتنفذه بيبقى محاط بالمخاطر سواء مخاطر قلنا قبل كده انواع المخاطر مكينيكية او طبيعية او كهربية فانت بتبقى معارض لبعض المخاطر اول حاجة بتبقى انت ملتزم بيها انه بيبقى عندك جزء من الانضباط انت محتاج تكون يعني ملم بالقواعد قواعد العمل داخل التخصص ودي اول ما بتدخل بيبقى ليك اول يوم كده اللي هو بتتعرف على القسم بتاعك في المدرسة وبعض المدارس بتاخد الطلبة تديهم فكرة عن جميع التخصصات في المدرسة وده بيبقى القدر الاستفادة منه مش بسيط ده بيبقى بالعكس ده بيبقى شيء مهم انك تشوف جميع التخصصات في المدرسة وانت بتكمل شغلك فيه بيبقى موضوع تعريفي ونبذة عن كل تخصص كده بيتلف عليهم كل تخصص وبتيجي على التخصص بتاعك علشان تعرف تقارن ما بين العوامل السلامة والصحة بتاعتك عن عوامل السلامة والصحة في تخصص اخر تمام لان احنا قلنا في حلقة سابقة قبل كده ان هي بتختلف من طالب لطالب طيب ايه اللي بيبقى مطلوب منك كطالب انك الكلام ده لازم يبقى موجود معاك لازم يبقى موجود معاك طبعا ادواتك ومعداتك كلها بتبقى موجودة في التخصص انت بتلتزم بانه بيكون معاك الافرول او البلتو او الزي اللي هو خاص بالتخصص بتاعك البلتو الابيض ده بيبقى موجود معاك من اول يوم في الدراسة من اول ما بتعرف انك بقيت في قسم تركيبات ومعدات كهربية بيبقى معاك البلتو ده ليه بيبقى من اهم المهمات الواقية داخل القسم تمام كده طيب ده كده احنا بنقول المطلوب مني طبعا انت مطلوب منك بقى الحاجات العادية اللي هي الكراس الادوات بتاعتك الحاجات اللي هي ادوات الرسم الفني بيقولك عليها المدرس بتاع اللي هو هيقوم بتدريس وتدريبك على عمليات الرسم الفني فبيعرفك الادوات دي ودي هنشوفها في حلقات جاية ان شاء الله بتبقى انت مطلوب منك تحضر الادوات دي طيب ايه يا مستر المواد اللي انا هدرسها في الصف الاول تعليم فني او تخصص كهرب المواد اللي انت هتدرسها هتقول لي انه انا عندي زميلي في السنوية العامة بياخد فيزيا وكيميا هل انا هاخد الكلام ده اه انت هتاخد بجوار او بجانب المواد الفنية اللي هي المواد التخصص هتاخد كمان او هتدرس كمان عندك تربية وطنية عندك في الدراسات الاجتماعية في اللغة عربية الرياضيات عندك الفيزيا والكيميا تمام والتربية الدينية كل المواد دي بتبقى اسمها المواد الثقافية اللي بتبقى عندك دي بيبقى اسمها المواد الثقافية اما المواد الفنية بتبقى ايه في الصف الاول بيبقى عندك مادة الرسم الفني والهندسي وبيبقى عندك مادة اساسيات الهندسة الكهربية وفي مادة كمان اسمها خمات كهربية وكمان مادة فيها اجهزة قياس مادة اجهزة القياس المواد دي كلها بتبقى مخدمة على بعضها يعني ايه يعني انا لما هدرس اساسيات الهندسة الكهربية هيبقى المدرس اللي بيدرس لي بيدرس لي بيقول لي انه عندك فيه مقاومة والمقاومة بنقسها بنقس قيمتها قد ايه فانت محتاج مادة اجهزة القياس علشان تقدر تبقى ملم لما هتيجي تتعلم تقس قيمة المقاومة انت فيه مادة درستها اسمها اجهزة قياس فدي بتعلمك انواع الاجهزة وطرق استخدام الاجهزة والمدى المناسب للاجهزة. طيب لما بتيجي تدرس عنصر معين في مادة الاساسيات الكهربية او اسيات الهندسة الكهربية بتبقى محتاج تعرف ان العنصر ده المقاومة المقاومة النوعية بتاعتها قد ايه والمقاومة قيمة المقاومة الكلية قد ايه. ده بنروح ندرسه في مادة يعني في مادة الاساسيات الكهربية وبتلاقي مادة الخامات برضو بتعلمني الحاجات دي وازاي اتعرف على المقاومة النوعية والمقاومة الحجمية والسطحية ومنحنة التخلف المغناطيسي والكلام يعني بتلاقي كل المواد يعني بتخدم على بعضها بحيس انه المعلومة خدتها في مادة في مادة تانية بتكملك المعلومة بتاعتك. تمام كده? طيب. تا كده بالنسبة للمواد اللي انت هتدرسها. طيب امال انا هدرس العملي ازاي يا مستر? هتلاقي انه في العملي احنا قلنا انت مطلوب منك ايه? اهم شيء في القسم بتاعك البلطو. مهمات الوقاية الشخصية بتاعتك حسب التخصص او حسب المدرس ما يحددلك. يعني احنا بنشوف انه القسم لابد من وجود القفاز او الجوانتي الواقي من الصدمات الكهربية. ساعات بتلاقي انه في اعمال انت بتنفزها بتحتاج للخوزة عشان وقاية للرأس. اه كمان بيبقى لو في اه يعني تخصصات بعض التخصصات مش شرط تكون اللي هي التخصصات الكهربية بيبقى انه اه التخصص بيشترط انه وجود خوزة عشان بيبقى فيه مخاطر ميكانيكية ممكن تحصل صدمات اه ممكن تحصل على الرأس وهكذا. فبتبقى ملتزم بالمهمات الوقاية الشخصية اللي تبقى موجودة. طيب. اه الادوات والمعدات اللي هشتغل بها مستر في التخصص. انا اللي هجيبها ولا هي موجودة. الوزارة التربية والتعليم وقطاع التعليم الفني موفر لك كل المعدات والادوات اللي انت هتحتاجها داخل تخصصك. كل تخصص بيبقى متوفر له جميع المعدات والادوات اللي هيشتغل بيها داخل التخصص. تمام كده? طيب انت روح تجبت الادوات بتاعتك. ادواتك معاك في شنطتك. دي حبيت انت بتشتغل بيها وخاصة انا بفضل النقطة دي لسبب واحد. لسبب واحد انك تبقى ادواتك معاك. لو تعودت من الصف الاول ان ادواتك قطعة من مكونات شنطتك او اه من ضمن محتويات الشنطة بتاعتك عدتك وادواتك الفنية اللي انت بتشتغل بيها. هتتعود على كده طوال سلاس سنوات اللي انت هتدرسهم في التعليم الفني. سواء انت بتدرس فيه تعليم فني اه سلاس سنوات او خمس سنوات. وبعد كده لما بتتخرج حبيت تشتغل في السوق فانت خلاص بقت ادواتك بقت قطعة منك لانك بقالك ثلاث سنين انت متعود العدة بتاعتك في جيبك. فانت انا بفضلها الجزئية دي. ولكن الادوات والمعدات اللي انت بتحتاجها كلها في التخصص بتاعك بتبقى موجودة داخل المدرسة وزارة التربية التعليم وقطاع التعليم الفني بيبقى مفار لك كل الادوات والمعدات دي بنقولها بنأكد عليها موجودة في المدارس. تمام كده? طيب. ده كده بالنسبة للصف الاول الجزء اللي انت هتخش تعمل ايه وهتشتغل ازاي? تعالوا نشوف مع بعض صورة كده هتوضح لي انه الطالب في مدارس التعليم الفني بيبقى الشكل عامل ازاي? علشان انت تبقى داخل متحمس والصورة لو عجبتك هتشدك وهتطر انك انت حابب الشكل ده انت حابب تكون في الوضعية دي وده شكل يمكن القطاع التعليم الفني ووزارة التربية التعليم مركزين اوي على الجزئية دي وفي نهضة كبيرة في موضوع او في تطوير التعليم الفني تفرق كبيرة في تطوير التعليم الفني مخلينا احنا كمدرسين وقائمين على العمل في التعليم الفني بنحاول بقدر الامكان ننفذ عملية التطوير بما يتواكب مع السوق اللي منه يقدم طالب مواكب للسوق طالب يعني بيحتوي على مجموعة من المهارات اللي اتأهله ان هو يكون جاهز لسور العمل تعالى نشوف الصورة دي كده مع بعض هنلاقي ان دي صورة لأحد الطلبة في مدارس التعليم الفني لو لاحظت انه الطالب كل طالب واقف في مكان والمكان مخصص ليه وما فيه زحام ودي نقط انت لازم ده السلوك اللي احنا بنقول عليه بقى طبعا ده بيجي عن طريق انه اه عملية التدريب واللي هيقوم بها المدرسين معاك واحنا شايفين في الصورة انه في احد المعلمين واقف مع الطلبة وبيعني بيعلمهم ازاي ينفذوا المهمة وفي نفس الوقت الطالب اللي واقف لوحده من غير معلم فيه ثبات فيه اهتمام بالعملية اللي بيقديها فيه اهتمام او احساس ان هو لو اخل بالمهمة دي ممكن يعرض نفسه لبعض المخاطر اللي هي ممكن تبقى مخاطر ميكانيكية طبيعية كهربية احد المخاطر او احد انواع المخاطر اللي ممكن يبقى موجود فيه مكان العمل طيب دي كده صور للتخصصات يعني احنا شفنا الصورة اللي فاتت كانت فيه تخصص احد التخصصات الكهربية عندي هنا في ده في قسم الميكانيكا او قسم التشغيل على الماكينات دي صورة برضو بتوضح الطلبة وقلنا انه بتحتاج المهمات الوقاية الشخصية بنبص على الطلبة دي كده انا بوري لك الصور دي ليه علشان تبقى انت داخل عارف اللي ممكن الشكل اللي انت هتبقى فيه تبقى انت داخل وعارف انه مطلوب منك مهمات الوقاية الشخصية عبارة عن ايه البالتو الخوزة الندار عشان لو فيه رايش بيتطاير او فيه اي مواد متطايرة او كلام من ده يبقى انت عندك وقاية منه الجوانتي او القفاز لو لاحظنا هو في ايد الطالب هنا اهو بحيث ان هو يبقى فيه عملية وقاية للطلب ده صورة او دي صورة داخل احد اقسام التركيبات والمعدات الكهربية وده الطلبة واقفين حتى لو يعني ممكن تكون دي حصة نظرية او حصة معرفية اه لانه انا شايف الصورة يعني بوري لك صورة انه اه هنا مش هيطبق عملي ولكن اه الانضباط في الوقفة الانضباط في الانصاط للمعلم اللي بيقدم لهم الجزء المعرفي بتاعهم وكل يعني ده كده موجود في بعض المدارس النمازج دي موجودة في بعض المدارس بتبقى نمازج تدريبية والطلبة بتتضرب عليها طيب ده برضو احد التخصصات بالنسبة لعملية التدريب في مدارس التعليم الفني واحنا قلنا ان فيه طفرة كبيرة بتقدمها الوزارة فيه او الدولة اه ممثلة في وزارة التربية والتعليم وقطاع التعليم الفني طفرة كبيرة فيه عملية التطوير في التعليم الفني واصبح انه الطالب ما بيجتس المرحلة او ما بيعديش المرحلة التعليمية اللي هو فيها او الصف اللي هو فيه من غير ما يكون اكتسب المهارات الكافية اللي هي تخليه قادر انه هو يواكب سوق العمل الخارجي طيب عندي بعد كده نتكلم على جزء اخر الطالب اللي داخل الصف الثاني الطالب اللي داخل الصف الثاني ده بيبقى خلاص اتعلم في الصف الاول يعني ايه مهمات وقاية شخصية يعني ايه وقفته في القسم بدون هرج ومرج وبالتزام وبانضباط اللي ترتب عليه حمايته في الصف الاول ما تعرضش لأي مخاطر طبعا انت مش شرط انك تتعرض للمخاطر لانه بتبقى لكل الاجزاء الجاربية او كل العوامل المسببة للمخاطر داخل التخصص او داخل القسم بتاعك بتبقى متأمنة ودي مهمة المدرس او القسم ممثل في المدرسين واللي موجودين في المدرسة ولكن هم علموك الجزئيات دي هم علموك انك تبقى ملم بازاي تقي نفسك ازاي تطبق قواعد السلامة والصحة المهنية كمان المهمات اللي انت محتاجها في قواعد السلامة والصحة المهنية ودي حلقات عملناها ممكن ترجع لها على قناتنا على قناة اليوتيوب قناة مصر التعليمية انت ممكن ترجع لي الحلقات دي وتشوف مهمات الوقاية الشخصية ازاي ترتدي مهمات الوقاية الشخصية نوع مهمات الوقاية الشخصية المناسبة لطبيعة عملك ده جزء مهم وحاجة مهمة قوي انك تبقى عارف انه مهمة او مبدأ السلامة والصحة المهنية بيختلف او مبدأ الامن الصناعي بيختلف من تخصص لتخصص ده قلناه في حلقات سابقة فيها تلاقي حلقتين او يمكن ثلاث حلقات بنتكلم فيهم عن السلامة والصحة المهنية والامن الصناعي داخل موقع العمل الصف او الفصل والطالب اللي داخل الصف الثاني ده المواد دي بتختلف المواد دي بتزيد مش بتزيد في عدد ولكن كمدة دراسية بتختلف بقى والمضمون بيبقى انت بقى بتحس انه اه دخلنا بقى في المحولات والمولدات والمحركات دخلنا في الشق اللي هو هيعلمني انه خلاص انا هشتغل في ايه هطبق اللي انا درسته في سنة اولى او في الصف الاول هطبقه في الصف الثاني هطبقه بشكل كبير في الصف الثاني انت بتكون اتعلمت جزء كبير من القواعد الهندسة الكهربية وانه العناصر الكهربية هي ايه واستخدام كل عنصر ادواتك اللي هتستخدمها استخدام كل اداء منهم طريقة استخدامها الاستخدام الصحيح لو استخدمتها خطأ ايه طريقة الاستخدام الخاطئ اللي هي ممكن تسبب لي مشكلة كل ده بنتعلمه في الصف الاول تمام بنيجي في الصف الثاني بنلاقي ان المواد الثقافية والمواد الفنية مستمرين معك تمام بيختلف في ايه بتلاقي ان المواد الفنية بتبقى مادة الالات الكهربية وهي موضوع حلقتنا النهاردة الجزء الاخير من حلقتنا هنتكلم مقدمة عن مادة الالات الكهربية احد اهم من المواد اللي موجودة عندنا ويعني مش هنقول ان هي اهم مادة وانسيب الباقي انها في مجموعة من المعلمين المميزين اللي شغالين معانا في باقي المواد سواء الصف الاول او الثاني او الثالث ولكن احنا بنقول انه هنشتغل معاكم مادة الالات الكهربية في الجزء الثالث النهاردة هنقول او الجزء الاخير من حلقتنا هنتكلم مقدمة عن مادة الالات الكهربية بتيجي في الصف الثاني بتلاقي مادة الالات الكهربية بتلاقي مادة الرسم الفني تمام بتلاقي مادة التركيبات الكهربية ودي هتقول لي انا انا هدرس مولدات ومحركات وهدرس تركيبات كهربية كده انت فاهم اسم التخصص غلط ليه لان التخصص بتاعك ارجع لاول جملة قلتها لك اسمه تركيبات ومعدات كهربية تمام يبقى انت هتدرس التركيبات كتمديدات كهربية سواء بقى في منشآت صناعية في منازل في تمديد كابلات شبكات كهربية وكمان هتدرس المولدات والمحركات والمحولات تمام يبقى انا كده ببدأ في الصف التاني بجمع اسم التخصص بتاعي من خلال المواد اللي انا بدرسها تمام يبقى انت هتدرس قلنا الالات كهربية اسمها الالات كهربية ووقاية وكمان هتدرس مادة الرسم الفني ومادة التركيبات الكهربية في مادة التحكم المنطقي تمام وعندك مادة القياسات الكهربية والامن الصناعي والامن الصناعي موجود معانا في الصف الاول برضو تمام الجزء الثقافي الجزء الثقافي انت بتتكلم برضو في الرياضيات اللغة العربية اللغة الانجليزية الفيزياء الكيميا منتهية معاك في الصف الاول مادة الكيميا منتهية معاك في الصف الاول تربية الوطنية دراسات اجتماعية الكلام ده كله منتهي معاك في الصف الاول تمام يبقى انا معايا في الصف التاني عندي لغة عربية لغة انجليزية رياضيات تمام والتربية الدينية ومادة الفيزياء ده كده المواد اللي انت هتتعامل معاها في الصف الثاني تخصص تركيبات ومعدات كهربية طيب هو النهاردة احنا قلنا هنتكلم مع بعض في مادة الالات الكهربية يبقى احنا كده اتكلمنا عن الطالب الحديث اللي لسه داخل تعليم فني بيتخصص امتى وازاي وبيعرف امتى هو تخصص في قسم التركيبات والمعدات الكهربية ايه المهمات المطلوبة منه الادوات المطلوبة منه مهمات الوقاية المطلوبة منه قلنا بيتعامل ازاي جوه التخصص شفنا بعض صور لبعض الطلبة في التخصصات في داخل او في الاقسام داخل بعض مدارس التعليم الفني قلنا انك الدولة بتوليك اهمية قصوى لتطوير التعليم الفني يعني ما تحسش ان انت ودي نقطة مهمة اوي عايزين نركز فيها مع الطلب اوعى في يوم تفتكر انك دخلت التعليم الفني او طريق التعليم الفني ومجال التعليم الفني اوعى في يوم تحس انك فشلت اوعى تدي فرصة لحد يقولك ده انت دبلوم انت طالب تعليم فني نمحي مع بعض كلمة دبلوم انت اه هي الشهادة اسمها عند الوزارة والدولة هي اسمها دبلوم المدارس الفنية اه لان هي دي شهادة معترف بيها ولكن احنا عايزين نمحي الفكرة السيئة عن كلمة دبلوم تمام انت طالب تعليم فني طالب التعليم الفني بياخد مواد تقيلة اوي بياخد مواد فنية تقيلة اوي بالاضافة للمواد الثقافية اللي بياخدها طالب السنوية العام صح كده فانت بتزاكه وبتكتهد وبتدخل كليات يبقى فين عدم الاهتمام وعدم الثقة اللي بيبقى عندك انه انا دخلت تعليم فني بالعكس احنا بنشوف طلبة جايبين المجموع العالي والدرجات العالية اللي تدخلهم سنوية عامة بالعكس بيبقوا دخلين جايين في التعليم الفني ويقولك ايه ده اسهل طريق لكلية الهندسة ده بنشوفه بنشوف طلبة كده ده اسهل طريق لكلية الهندسة انا هنا ما ببقاش مضغوط زي السنوية العامة ودرس في كل مادة والحاجات اللي بتحصل بقى انتوا عارفين الكلام ده ولكن طالب التعليم الفني بيكتهد على قد ما بيقدر وبيبزل قصر جهده في شق عملي وشق يعني شق مهاري وشق معرفي يعني عملي ونظري والطالب بيدخل كلية كويسة وكلية محترمة بعد ما بيخلص مرحلة او الشهادة الدبلوم الفني تمام كده فانت ما تحسش في يوم انك دخلت تعليم فني فانت اصرت في حاجة بالعكس ده بداية طريق جديد ده بداية طريق جديد وبداية مجال جديد بالنسبة لك طيب المادة بتاعتنا اللي احنا نشتغلها النهاردة مع بعض ده الجزء الاخير من حلقتنا اللي هنستمر فيه باقي الحلقة ده بيتكلم عن مادة الالات ومادة الالات باذن الله احنا هنشتغلها معاكو طوال العام الدراسي على الترمين هيبقى فيه حلقات للشرح فيه في نهاية الترم حلقات للمراجعة فيه حلقات سابقة ممكن ترجع لها تجهز نفسك على ما ترجع للحلقة بتاعتنا بننتظر تعليقاتكو على اليوتيوب على حلقاتنا وعلى رابط الحلقات فيه على قناتنا على قناة اليوتيوب بتكتب تعليقك بتكتب سؤالك بيترد عليك من مدرس المادة او المسؤول عن المادة بيترد عليك بيترد عليك بالاجابة ابعت اي سؤال انت محتاجه في المجال او في تخصصك او في المادة هتلاقي السؤال بيترد عليه مباشرة تمام وده بقولك ليه تفرر على القديم الحلقات السابقة حلقات السابقة هتنور لك الفكرة شوي لما تيجي تسمع الحلقة فأنت كنت عندك فكرة فكملت الفكرة في إعادة الحلقة أو في حلقة جديدة اتقال فيها معلومة جديدة فبالتالي الفكرة اكتملت فأنت لما هتسأل سؤالك هيكون سؤالك في محله وسؤال صحيح بالزبط تمام طيب مادتنا مادة الألات الكهربية النهاردة احنا المادة دي هندرس فيها ايه يا مستر المادة دي هندرس فيها ايه هنتعلم فيها الطيار الكهرابي بينشأ ازاي وهل الطيار الكهرابي لما أجر سيم له موجة جيبية هي الموجة الجيبية بتاعته احنا تعودنا انه أنواع الطيار كان طيار متردد وطيار مستمر لما بنيجي نطلع شكل الموجة شكل الموجة الجيبية ده هل بيطلع الشكل الموجة الجيبية اللي احنا عارفينه اللي هو الساين ويف اللي هو فيها نص موجب ونص في سالب وكده ولا بيبقى خط مستقيم كطيار مستمر او بنولد الاتنين ازاي وبنحصل عليهم ازاي ده موضوع حلقتنا النهاردة في بداية مادة الالات طب مادة الالات هدرس فيها ايه تاني يعني لو بصينا على الصورة اللي قدامنا او الشكل اللي قدامنا ده هنلاقي انه انا عندي موجة جيبية تمام وجه واحد عندي موجة جيبية وجه واحد طيب امال ايه الصورة المتحركة الصورة الجيف اللي موجودة دي دي هتولد لي موجة جيبية سلاسية الاوجو الشكل اللي بيتحرك قدامي ده لكن دي كده موجة جيبية لوجه واحد الموجة الجيبية هنا دي بتبقى لطيار متردد طالما جزء او نصف موجب ونصف سالب بتبقى للطيار المتردد تمام بيبقى فيها نصف موجب ونصف سالب يعني اتجاه موجب واتجاه سالب طب نشوف الصورة اللي بعد كده الصورة اللي بعد كده ده بيقول لي هم تولدوا ازاي سواء طيار متردد او طيار مستمر والموجة الجيبية تمام طيب في صورة بالنسبة ليه الاشكال اللي هتشتغل عليها بيبقى عندي احد المعدات واحد الاجهزة اللي هتشتغل عليها كمان المحول الكهرابي المحول الكهرابي ده بيبقى بعد ما بتخلص الباب الاول اللي هو كان الطيار المتردد بتدرس في الباب الاول الطيار المتردد نشأته كيفية الحصول على الموجة الجيبية ايه هو الطيار المتردد تمام بندرس كمان داخل الباب الاول توصيل الملفات بيبقى عندي نظامين توصيل نظام النجمة ونظام الدلتا بنشوف الكلام ده كله مع بعض خلال دراستنا في الباب الاول وهنتكلم عنه في جزء من حلقتنا النهاردة ان شاء الله بعد كده في المادة الالات في الباب التاني انت بتدرس انت بتدرس المحولات الكهربية المحولات الكهربية في الاول انت بتتعرف على تعريف المحول تعرف على المحول كتعريف آلة هي بتعمل ايه وظيفتها بتنقل القدرة الكهربية من اماكن التوليد لمحطات التوزيع وشبكات التوزيع او المستهلكين بيشتغل على ايه بيخفض وبيرفع قيمة الجهد او القدرة والطيار كمان بتشوف معانا التركيب الداخلي للمحول وكمان بتشوف انواع مختلفة وبتتعرف على انواع مختلفة من المحولات وبيبقى ده حسب القدرة حسب عدد الاوجو حسب الاستخدام حسب التشغيل بيبقى عندي كزا حاجة في المحولات الكهربية بنتعرف عليها بعد كده بنتكلم عن الباب اللي بعد كده الباب اللي بعد كده بندرس فيها المولدات والمحركات مولدات الطيار المستمر ومحركات الطيار المستمر طيب هل احنا هندرس مولدات طيار متردد ومحركات طيار متردد يا مستر السنادي او في الصف التاني لا ده هيبقى موضوعنا في الصف الثالث بإذن الله لما ربنا يكرمكم كده في شهادة الصف الثاني وتحققوا الدراجات المميزة كعادتكم هتبقى تطلع في الصف الثالث بتدرس الطيار المتردد بتوسع مولدات محركات الطيار المتردد فبتتوسع فيها شوية تمام؟ طيب ده كده فكرة سريعة عن مادة الألات الكهربية ده بخصوص اللي انت هتدرسه في مادة الألات الكهربية طيب تعال نشوف مع بعض كده أول حاجة هنتكلم عنها وهي الباب الأول في مادة الألات الكهربية أول حاجة بنتكلم عنها هو الطيار المتردد متعدد الأوجه الطيار المتردد متعدد الأوجه لو بصنا على الصورة اللي جنب العنوان أو جنب عنوان الباب الأول هنلاقي انه الشكل ده بيقول لي انه هنا احنا عملية لتوليد الموجة الجيبية يعني هنا ده احد المولدات مولدات الطيار المتردد وهنا شكل الموجة الجيبية وطبعا ده بتبقى الشكل اللي متركب على بعضه ده او كذا موجة ده بيبقى موجة جيبية سلاسية الاوجه لان احنا الباب بيتكلم عن الطيار المتردد متعدد الاوجه تمام كده طيب الهدف من دراسة مادة الالات الكهربية احنا هندرس مادة الكهربية دي ليه هنكتسب ايه منها هنتعلم ايه في مادة الالات الكهربية اول حاجة دراسة الطيار المتردد وكيفية الحصول عليه ده اول جزء هنتعلمه مع بعض دراسة الطيار المتردد وكيفية الحصول عليه طب الحاجة التانية الهدف التاني معرفة طرق توصيل الملفات السلاسية الاوجه ومزايا التوصيل السلاسي الأوجه لان احنا قلنا ان عندي طرق توصيل للملفات وقلت لك ان انا عندي نظامين للتوصيل نظام او طريق التوصيل النجمة او النظام اللي هو ستار وعندي توصيلة الدلتا ونظام الدلتا طيب الهدف الثالث دراسة المحولات الكهربية انت بتكلم عن الهدف من دراسة المادة فدراسة المحولات الكهربية من حيث تعريف انواعها طرق توصيلها طرق التبريد للمحولات اعطال المحولات ايه ممكن المحول يعتل ايه الاعطال اللي ممكن تحصل وطريقة الوقاية منها وعندي طرق الوقاية من الاعطال دي او طرق الوقاية للمحولات الكهربية بعد كده بنتكلم عن دراسة آلات الطيار المستمر وانواعها وخوصها واعطالها وطرق اصلاحها سواء كانت مولدات او محركات ده كان الهدف من دراسةumn مادة الالات الكهربية او الاهداف الرئيسية لدراسة مادة الالات الكهربية والوقاية تمام طيب بعد كده كمان عندي الأهداف الرئيسية للوحدة الوحدة انت بتتكلم عن الوحدة الأولى أو موضوعنا النهاردة في الباب الأول أو الوحدة الأولى تعال نشوف كده مع بعض اكساب الطالب الوحدة اللي هي احنا نتكلم فيها في الوحدة الأولى انت هتكتسب ايه الهدف اللي انت أو الأهداف اللي مطلوب الطالب يحققها أو يكتسبها رقم واحد اكساب الطالب المعرفة بالطيار المتردد وكيفية الحصول عليه وتوليد الموجة الجيبية ده اول جزء هتتعلمه في مباب الاول او في الوحدة الاولى لمادة الالات الكهربائية طيب الهدف التاني او المهارة التانية اللي هيكتسبها الطالب اكساب الطالب المعارف اللازمة بطرق توصيل الملفات السلسية الاوجه طالما قلنا معارف او معرفة يبقى احنا بنتكلم في شق نظري علشان الطلبة تبدأ تميز الكلام ده لو قلنا معارف يبقى ده شق نظري لو قلنا مهاري لو سمعت كلمة مهاري او مهارات يبقى ده الشق العملي اللي انت هتنفزه داخل القسم التاعك تمام كده يبقى النقطة التانية اكساب الطالب المهارات او المعارف اللازمة بطرق توصيل الملفات السلسية تمام النقطة التالتة او الهدف التالت اللي هيكتسب الطالب او الحاجة اللي هيفهمها الطالب بعد كده اكساب الطالب المعارف الكافية لتحديد مزايا النظام السلسي الاوجه في بعض الامثلة هتقابلني وانا شغال في المد بعض المسائل هتقابلك وانت شغال في تعريفات هتقابلك وانت شغال كل الكلام ده هيبقى انت هتتعلم عليه وهتشتغل عليه الاهداف الفرعية للوحدة ايه الحاجات الفرعية للوحدة اللي انت هتشتغل عليها عندي هشتغل على نظام توليد الطيار المتردد المتعدد للاوجه عندي التوصيل النجمي اللي هو توصيلة النجمة بالموصل المحايد وبدونه وده هنتعلم ساعتها لما نجي نتكلم عنها هنتكلم عن الموصل المحايد او اسمه موصل الحياد تمام او خط التعادل عندي كمان علاقات الطيار والجهد في توصيلة النجمة بدون الموصل المحايد وباستعمال الموصل المحايد بالطريقتين عندي كمان التوصيل المسلسي لتوصيلة الدلتا وعلاقة الطيار والجهد في توصيلة الدلتا عندي كمان هدرس او يعني الجزء المعرفي اللي هتعلمه كمان قدرة الطيار السلاسي الأوجو في توصيلة النجمة والتوصيل المسلسي أو الاتصال المسلسي اللي هو قلنا عليه توصيلة الدلتا وبعد كده بيبقى فيه أمثلة محلولة وأسئلة وتمارين بتبقى مسائل موجودة للمراجعة والجزء الشق اللي هو خاص بالمسائل طيب كيفية توليد المراجعة الجيبية لما نجي نتكلم عن توليد المراجعة الجيبية إحنا عندنا بيبقى علشان نولد مراجعة جيبية إحنا محتاجين حاجتين والمراجعة الجيبية لما بتتولد بيبقى خلاص حصلنا على جهد وطيار يعني حصلنا على قوة دفعة كهربية في الآخر حصلنا على خارج يعني تمام علشان نحصل على المراجعة الجيبية أو لكي تتولد المراجعة جيبية لابد من وجود شقين تلات حاجات مهمين اللي هما إيه مجال مرناطيسي أو أقطاب مرناطيسية موصل بينهم بيتحط ما بينهم وحركة للموصل أو الأقطاب تمام فبوجود التلات عناصر دول بيبدأ عندي لما يبدأ يتحرك الأقطاب المرناطيسية والمجال المرناطيسي ملف ثابت في الداخل أو الموصل النحاسي اللي موجود اللي هو الملف الداخلي للمولد بيبقى عندي تولدت قوة دفعة كهربية أو اللي هي الموجة الجيبية اللي حصلنا عليها طيب إزاي بيبقى الموجة الجيبية دي يا مستر بيبقى أنا بشوف فيها نصف موجب ونصف سالم صح كده؟ تمام انت كده بتسأل السؤال الصح اللي هو إيه أنا عايز أفهم إزاي جالي نصف موجب ونصف سالم نقول لك إزاي أنا عندي الأقطاب المرناطيسية قادي قطب شمالي وقطب جنوبي تمام؟ والموصل في المنتصف لما القطب يلف صح كده؟ أما يلف كده قطب الشمالي راح فين؟ بقى في الجنوب والقطب الجنوبي جي في الشمال صح كده؟ فبيبدأ عندي يغير الوضعية من الموجب إلى السالم طب تعال نشوف كلمتين نشرحهم مع بعض اللي هو أنت تقراهم تفهم الكلام ده تمام؟ تعال هنا بقول إيه بقى؟ لو تخيلنا أن الموصل يتحرك حركة دوارة في المجال المرناطيسي أي أنه يتبادل موقعه بين القطبين تمام؟ كده؟ يعني الموصل بيتحرك بين القطبين بيتبادل موقعه بين القطبين الشمالي والجنوبي وباستمرار يعني الكلام ده بتبقى عملية مستمرة وبتطبيق قاعدة فيليمينج نجد أن القوة الدفعة الكهربية وكذلك الطيار بهذا التبادل الحركي للموصل تحت الأقطاب المختلفة تتغير أرضا اتجاهتها يعني الإشارة بتاعتها سواء موجب وسالب أو بتروح من الموجب إلى السالب وهذا هو ما يسمى بموجة الطيار المترضى يبقى زي إحنا ما قلنا أنه بييجي الموصل بيتحرك ما بين القطبين بيبدأ يغير وضعية الموصل بتتغير ما بين القطبين يعني الموصل لو هو مسبت بشكل عمودي فيبيبدأ يلف معايا لما يلف معايا كده بيغير الوضعية تمام بيغير الوضعية ولذلك تشوف المولدات اللي كنا بنجيبها أو المولدات اللي أنت بتجيبها ليه المحل للسوبر ماركت عندك أو للبيت أو لمكان العمل بتاعك علشان لما عند انقطاع الطيار الكهربية عن المكان فبتجيب أنت مولد المولدات هي دلوقتي طبعا شغالة بزرار كده ومارش وكده لكن كان الأول أو الأنواع السابقة كان فيه بتتعد تشد الحبل بتاعه أو هو طرف الحبل بتاعه الحبل ده ملفوف على الموصل على الطارة جوة داخلية متصلة بالعضو الدائر اللي شايل الموصل فلما بتشد كده بتدي حركة للموصل بين مين بين الأقطاع أظن كده ممكن الفكرة تبقى واضحة بتدي حركة للموصل داخل الأقطاع فبيبدأ يشتغل معاك أنه هو بيطلع القوة الدفعة الكهربية بتاعته بيطلع الجهد والطيار بتاعه وبالتالي بتبدأ الموجة الجيبية من النصف الموجب إلى النصف السالب وبتبدأ عملية التوليد للموجة الجيبية اللي هي توليد القوة الدفعة الكهربية تمام كده طيب تعالى نشوف كلمتين تاني او نشوف الصورتين دول اللي هيوضحوننا الجملة اللي احنا بنقولها تعالى بص معايا على الصورة دي كده هتلاقي انه الوضعية الملف او الموصل في الصورة دي هتلاقي انه الملف بين القطبين هتلاقي الملف بين القطبين تمام كده الملف هنا لما يدور الملف طبعا هو اللي موجود هنا بالخطوط التقيلة السودة دي موجود بين القطبين قطب شمالي وقطب جنوبي تمام كده لما يقطع او الملف يبدأ يتحرك معايا طبعا احنا بنسلط عليه حركة علشان يبدأ نحرك الموصل او الملف النحاسي داخل القطبين فيبدأ يولد معايا القوة الدفعة الكهربية بتاعتي او اللي هي يولد الموجة الجيبية يعني وتطلع معايا سواء وجه واحد او سلاسي الاو تمام كده طيب الموجة الجيبية اللي هتتولد من الشكل اللي قدامنا ده نبص عليه سواء مع بعض كده هنلاقي انه الشكل اللي قدامي بيولد لي موجة جيبية والموجة الجيبية دي بتبقى وجه واحد وكمان بتختلف من نصف موجب ونصف سالب تمام كده طيب ده كده في توليد الموجة الجيبية طيب هو الكلام ده معناه ايه قال لي ان الكلام ده كمان انه جات الفكرة في عمل المولد الكهرباء يعني من هنا جات الفكرة في عمل المولد الكهرباء ليه لما بحرك الموصل بين القطبين هنا لما بحرك الموصل ده ما بين القطبين الشمالي والجنوبي بيحصل ايه بيحصل ان الموصل بيقطع خطوط المجال بيحصل ان الموصل بيقطع خطوط المجال ولما يقطع خطوط المجال اللي بيحصل بيتولد قوة دفعة كهربية الموصل ده امتى يعني برضو دي نقطة احنا محتاجين نفهمها بعض امتى تكون قيمة القوة الدفعة الكهربية عند القيمة العظمى لها وامتى تكون عند اقل قيمة لها اللي هي تساوي الصف لما الموصل يكون عمودي على خطوط المجال تمام اما الموصل يكون عمودي على خطوط المجال بزوية قاطع 90 درجة يعني بالشكل ده كده لان خطوط المجال بتبقى متخللة في الموصل تمام فبالتالي بيكون القوة الدفعة الكهربية عند اعلى قيمة لها قوة الدفعة الكهربية بتبقى عند اعلى قيمة لها يبدأ الموصل طبعا هو في الاول كان بوضع افقي يعني موازي لخطوط المجال تمام كده موازي لخطوط المجال لما كان موازي لخطوط المجال كانت الموجة الجايبية عند بدايتها في الصف يبدأ يلف يبدأ يتحرك الموصل معايا انت متخيل لما يتحرك كده بص على سباعي التاني او نقطة الموجة الجايبية لما يتحرك بص لما بقت عند القيمة العظمى او عند الموصل ما بقى عمودي على خطوط المجال كده كانت الموجة الجايبية فين في اعلى نقطة فيها اللي هي نقطة V maximum او I maximum اللي هي القيمة العظمى للقوة الدفعة الكعربية او للموجة الجايبية اللي قدامك فكان عمودي كده لما يبدأ يكمل لفته بص اللي بيحصل بينزل تاني فنزلت عند النقطة B اللي هي بتساوي 180 درجة لما بيكمل اللفة تاني بينزل يبدأ تمام كده اما بيكمل لفته بقى ينزل يبدأ عند القيمة العظمى بالسالب وبعدين يعدل نفسه تاني عند بقى وضع عمودي يبدأ او موازي يبدأ يطلع فين عند الصفر تاني عند النقطة 2B على الموجة الجايبية تمام كده يبقى في الحالة دي احنا تعلمنا ازاي الموجة الجايبية ممكن تتولد تمام كده يبقى ممكن احنا نقولها من فكرة عمل المولد عند تحريك موصل بين قطبين مغناطيسيين فان الموصل يقطع خطوط المجال المغناطيسي صح كده لما انحرك موصل بين قطبين مغناطيسيين فإنه هيحصل الموصل هيقطع خطوط المجال الكهرابي ولما الموصل يقطع خطوط المجال الكهرابي فانه تتولد قوة دفعة كهرابية تمام كده يبقى هتتولد ايه قوة دفعة كهربية امتى تكون قيمتها العظمى قلنا عند زاوية قطع 90 درجة ويكون الموصل عمودي على خطوط المجال وامتى تكون عند اقل قيمة بتبقى عندي ايه اما الموصل يبقى موازي لخطوط المجال يعني ما بيقطعش خطوط المجال تمام كده ده الجزء الخاص بتوليد الموجة الجايبية طيب ايه هو شروط الحصول على القوة الدفعة الكهربية والموجة الجايبية انا علشان احصل على الموجة الجايبية ايه الحاجات اللي المفروض تبقى متوفرة عندي وتبقى موجودة معايا علشان احصل على القوة الدفعة الكهربية او اولد موجة الجايبية قلنا انه موصل من النحاس واقطاب مغناطيسية او مجال مغناطيسي هيتحط فيه الموصل وقوة محركة تحرك الموصل او تدوره ما بين الاقطاب المغناطيسية او داخل خطوط المجال المغناطيسي بناء على التلاتة دول نقدر نحصل على موجة جايبية او قوة دفعة كهربية تمام طيب ده كده الجزء الخاص بتوليد الموجة الجايبية طب تعالوا نشوف بقى الموجة الجايبية في السلاسي الاوجو بقول لي في مولد الطيار سلاسي الاوجو او مولد الطيار المتردد سلاسي الاوجو بتوجد سلاس ملفات لانه تلات اوجو يعني تلات ملفات كل وجه بيبقى شايله ملف بتوجد سلاس ملفات موزعة على دائرة وفي وسطها يوجد مجال دوار فينتج في السلاسة ملفات طيار هنا بقى ايه الطيار اللي بينتج في الثلاث ملفات تلات طيارات الثلاث طيارات في الثلاث ملفات يعني بيبقى عندي اي واحد اي اي اتنين اي تلاتة بيبقى بينهم عملية ازاحة هنا بقول لك انه سلاس طيارات منزاحة عن بعضها يعني في بينهم ازاحة في بينهم زاوية في واحد سبيء التاني تمام كده؟ في بينهم زاوية ازاحة عن بعض الزاوية دي مية وعشرين درج او تلات جهود اللي هي اي واحد اي اتنين اي تلاتة اللي هي جهد الوجه الاول جهد الوجه التاني وجهد الوجه الثالث تمام؟ بيبقى فيه برضو بينهم زاوية ازاحة مية وعشرين درج تمام كده؟ طيب نشوف الشكل اللي معانا ده هيقول لي الكلام اللي احنا بنقوله ده ولا لا كلام اللي احنا قلناه احنا شفناه في رسمة متحركة او شكل متحرك معنا اهوت لقالية توليد الموجة الجيبية السلاسية الاوجه طيب ازاي السلاسية الاوجه قالك ان في النظام السلاسي الاوجه او في مولدات الطيار المتردد السلاسية الاوجه بتوجد تلات ملفات التلات ملفات بيبقى بينهم اقطاب مغناطيسية تدور او دوارة تمام كده الاقطاب المغناطيسية دي لما بتدور بتقطع كل ملف لوحده وبتقطع كل وجه لوحده بينتج عنه ايه كل ملف بيمر فيه طيار لوحده وبيبقى واقع على اطرافه جهد لوحده طيب الكلام ده نفصره ازاي تعالى نشوف الشكل اللي هيطلع لنا ده كمان هو هيفصر لي بص الموجة الجيبية وهي بتنشأ مع حركة انا عايزك بس ايه تتخيل معايا كده انا جايب لك الشكلين ومحرك لك الموجة الجيبية بحيث انه وهو الشكل ده شغال المح معايا دي لحظة التوليد تاني نشوفها تاني عندي الموجة الجيبية بتحصل انه نشوفها من الاول هنا بيقول لي ايه بيقول لي انه الشكل ده انا عايز بس اجيب لكو الشكل ده يتحرك تاني انا حركه تاني الشكل الموجة الجيبية انا عايزك تتخيل حركة القطب او الاقطاب المغناطيسية طبعا الاقطاب دي الاحمر والازرق بيبقى قطب شمالي وقطب جنوبي خد بالك من النقطة دي طيب بيتحركوا بين الملفات لو تلاحظ انه كل ملف بيجي عنده مرة القطب الشمالي ومرة القطب الجنوبي كل ملف منهم يعني كل ملف منهم هيتولد فيه موجة جيبية خاصة بيه نصها موجب ونصها سالب شوف الشكل اللي هيطلع معايا وتخيلوا مع حركة الاقطاب بين الملفات تخيل الشكل ده هو طالع شكل الموجة الجيبية اهو في عندي الملف كل لون من الالوان دي ده شكل موجة جيبية يعني عندي مثلا الشكل الاخضر الموجة الجيبية الخضرة بتاعة الملف الالي تلاتة تمام كده او اللي هو الخط التالت ده وعندي اللون الاحمر ده بتاع الملف الاحمر هنا والازرق بتاع الملف اللي هو طرفه ازرق او الملف ده طيب هتبدأ من هنا لما كانت الملف او الاقطاب والملف عمودي على خطوط المجال المغناطيسي او موازي لخطوط المجال ما كانت بصفة لما بدأ يتحرك ويلف وبقى عمودي على خطوط المجال فاصبح انه بقى عند القيمة العظمى فبدأت ادي الموجة الجيبية لأحد الملفات طب الملف التاني تقول يا مستر ايش معنى ده بدأ من هنا وده بدأ من هنا اقولك ايه بحنا قلنا انه الطيارات التلاتة اللي بتنشأ في الملفات خد بالك معاه في النقطة دي قلنا الطيارات التلاتة والجهود التلاتة اللي بتنشأ طيار اللي بيمر فيه التلات ملفات والجهود اللي بتقع على اطراف التلات ملفات قالك انه ما بينهم زوية ازاحة 120 ضر خد بالك من الكلام ده تمام فعلشان كده لما بصينا على الموجة الجيبية لقينا ايه انه في موجة بدأ من الصف وفي موجة بدأ متأخرة شوية وفي واحدة كمان بدأت متأخرة كمان اكتر شوية تمام ليه علشان كل طيار في زوية ازاحة بينه وبين الطيار الاخر في الملف الاخر في زوية ازاحة 120 ضر تمام طيب نشوف بعد كده بيقول لي وبالتالي تكون القيمة اللحظية للقوة الدفعة الكهربية للسلاسة اوجو بيبقى عندي ايه بقى عندي تلات قيم الاي واحد ما احنا بنتكلم عن القيمة اللحظية للقوة الدفعة الكهربية خد بالك ان هي هتبقى القيمة اللحظية دي رمزها اي القيمة اللحظية رمزها اي سمول لكن القيمة العظمة هتبقى اي كابتل وبيكتب جنبها ماكسيمم دي القيمة العظمة للقوة الدفعة الكهربية اما دي القيمة اللحظية للقيمة او القيمة اللحظية للقوة الدفعة الكهربية في النظام السلاسي الاوجو او المتولدة في الموجة الجيبية للنظام السلاسي الاوجو او مولدات الطيار المتردد سلاسية الاوجو هنا بيقول لي إيه بقى إن الإي واحد القيمة اللحظية للقوة الدفعة الكهربية في الملف الأول أو في الوجه الأول تساوي إيه إيه ماكسموم واحد في صين أوميجا تي ونعرف كل حاجة من دول وهنقول هي إيه الإي ماكسموم هي القيمة العظمى تمام القيمة العظمى طيب تعال نشوف اللي بعدها الإي اتنين القيمة اللحظية في الملف الثاني أو في الوجه الثاني الإيه ماكسموم اتنين القيمة العظمى في الملف القيمة العظمى للقوة الدفعة الكهربية في الملف الثاني في صين أوميجا تي طيب والقيمة اللحظية التالتة قيمة اللحظية التالتة بتبقى الإيه ثلاثة وقلنا نفرق ما بين الإيه سمول والإيه كابتل الإيه سمول هنا معناها القيمة اللحظية للقوة الدفعة الكهربية وعندي الإيه ماكسموم بتبقى القيمة العظمى للقوة الدفعة الكهربية للسلاسة أوجو وده اللي هنشوفه في الشريحة اللي بعد كده ونقول مع بعض حيث أن الأوميجا هي ايه السرعة الزاوية الأوميجا هي السرعة الزاوية طب والتي الزمن تمام كده طيب الـ E maximum 1 و E maximum 2 و E maximum 3 هي القيمة العظمة للقوة الدفعة الكهربية المتولدة بالتأثير في الملفات الثلاثة على التوالي في الملفات ايه الثلاثة على التوالي طب في نقطة مهمة إذا كانت الملفات متماسلة إذا كانت الملفات متماسلة فإن هذه القيم تكون متساوية تمام كده يعني لو الملفات أو متساوية في عدد اللفات ومساحت المقطع وده طبيعي لابد أنها تبقى متساوية في عدد اللفات ومساحت المقطع ففي الحالة دي بتكون متساوية وكمان بتكون القيمة اللحظية للقوة الدفعة الكهربية المتولدة بالتأثير في الملفات التلاتة هي ال-E1 و-E2 و-E3 وده اللي قلناه تمام كده الشكل ده بقى بيقول لي ايه الشكل ده بيفصر لي او شكل توضيحي للجزء او المعلومة اللي احنا قلناها ان الطيارات التلاتة اللي بتنشأ في التلات ملفات او الجهود اللي بتبقى وقع على اطراف التلات ملفات بتكون بينها ازاحة عبارة عن 120 درج بينها زاوية ازاحة 120 درج تمام طيب يبقى كده احنا كلمنا عن زاوية الازاحة اللي موجودة في الملفات وشفنا الشكل اللي يوضح معانا الكلام اللي احنا قلناه في زاوية الازاحة اللي موجودة بين الملفات اخر حاجة هنختم بيها طرق توصيل الملفات احنا قلنا ان عندنا علشان دي هنبدأ بيها في حلقة قادمة بإذن الله طرق توصيل الملفات في نظام السلاسي الاوجو انا عندي طريقة التوصيل نجمة وطريقة التوصيل دلتا بكده تكون انتهت حلقتنا معاكو وانتهى وقتنا معاكو تمنياتنا للجميع بدوام التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة